بدعم من قوات التحالف العربي تمكن الجيش الوطني اليمني من تحرير منطقة المهاشمة ومنطقة العشة بمديرية خبوى الشعف بمحافظة الجوف شمال اليمن بعد معارك مع ميليشيا الحثي الانقلابية وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني تقدم نحو جبهة الخنجر وخاض معارك عنيفة في منطقة اليتمة مشيرا إلى أنه قتل وأسر العشرات من الميليشيا الحوثية الموالية لإيران وغنم العديد من الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي كانت بحوزة الميليشيات